اللهم صلوا وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى أهل وأصحابه أجمعين إزايكم حبايب أل بغبركم عاملين اي ربو كلكم تكونوا بخير النهاردة بإذن الله كده عاوز أقول لكم أحلى مفاجأة بقالك الزمان جدا جدا من فرحت شوالله العظيم النهاردة فرحانة جدا النهاردة حصرت عندي كده بشاير لحاجة إن شاء الله هنشوفها مع بعض معنا في الفيديو جميلة جدا طبعا ترجع للخلطة اللي أنا عملتها أو الخلطة اللي أنا اشتريتها للفراخ ما شاء الله اللهم بارك حاجة كده باسم الله ما شاء الله طبعا زي ما أنتوا عارفين إن الفراخ كانت بقالها فترة مريحة معايا وكانت قلشة ريش وفي نفس الوقت برضو كانت بتغير الريش بتاعها تمام؟ فطبعا زي ما أنتوا عارفين الفراخ لما بتقلش الريش نسبة الباب بتقل خالص وتقريبا بتقطع بيد لحد ما بتبدأ إن هي تغير من أول وجديد بس النهاردة بقى يعني عاوز أقول لكم بعض الخلطة اللي احنا جبناها اللي هو الشعير والغلة وكمان الكيس اللي هو سوبر أولجو والأملاح بتاعت الدواجن عاوز أقول لكم بسم الله إن شاء الله النهاردة كده طلعت السطح على أجمل مفاجئة وكانت بالنسبة لي فرحة كبيرة جدا جدا لإني تقريبا من يوم ما جيت من المزرعة وفراخ عندي كانت قطع بيد يعني داخل دلوات عشر شهرين قطعين بيد تماما تمام فيعني النهاردة هوت أول البشاير بسم الله ما شاء الله حاجة كده جميلة جدا 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 عايز أقول لك لو أنت أول مرة تشتري في القناة يا ريت تنزي تشترك فيها واتفعل الجرس وما تنسيش تحط لايك للفيديو كدعم منك للقناة ويكون جزاك الله كل خير حطوا لايكات كتيرة يا بناب بالله عليكم عشان الفيديو يوصل أكبر عدد من الناس وكل يشوف الفيديو بتنهاردة بتاعنا ويستفيد حطوا لايكات كتيرة جدا جدا الفرق الوحيد اللي هيزبط حب ليكم وحبكم ليه هو لايك حط لايك علشان ربنا يكرمك ويكرمني ويكون وربنا إن شاء الله يجزيك عليه خير إن شاء الله طبعا زي ما أنتم عارفين أنا هنا طبعا بطلع أكل الطيور بتاعته كل يوم بحط لهم كده الغلة وبحط لهم الشعير وطبعا عاوز أقول لكم أن الغلة فيها نسبة بروتين عالية جدا جدا كمان أزيب من العلف والشعير من الحاجات الجميلة جدا عاوز أقول لكم إن هو بيحمل فراخ وبيخليها ما شاء الله لو فيها أي دهون جواها أو في أي دهون في قلب الفرخ من جوا بتلاقي بسم الله ما شاء الله الدهون دو كلها نزلت عن طريق الحمام بتاعها وبتلاقي ما شاء الله الفراخ بدأت توسع من أول وجدت وبدأت إن هي بيت ما شاء الله اللهم يا بارك عاوز أقول لكم فرحة بتاعت النهاردة جميلة يعني والله العظيم أنا دخل العشة بتاعتهم أكسم بالله دخل ومش في دماغي أنا كنت بصراحة أحط الوز والبط هنا فدخل أقول إيه جايز تكون في فراخ بيضل إن هنا في عشة أهيت فيها زي إخنان كده فقلت جايز فسبحان الله أكسم بالله دخل كده يا جماعة بصوا ما شاء الله اللهم بارك هي لسه طبعا بيضة بشاير آها بسم الله ما شاء الله إن كان في عندي فراخ آآ كانت عمر أربع شهور لسه بتبدأ إن هي بشر بسم الله ما شاء الله اللهم بارك حاجة كده جميلة جدا 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 إن انت آآ تتعابي وتشقع على حاجاتك وربنا يكرمك في الآخر طبعا ديت البشاير معنى إن الفراخ بدأت إن هي ببيض بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يبقى كده الحمد لله آآ الفراخ إن شاء الله بقى الأيام اللي الجيه هتطلع إنتاج زي ما كانت بتطلع الأول إن شاء الله بس طبعا لسه برضو آآ عاوزين برضو نديها عناصر غذائية تكون مفيدة ليها وكمان قروم إن شاء الله كده علشان الإنتاج برضو بتاع بتاع الببيض برضو ويطلع كويس وحجم الببيضة تكون كويسة بيكونش فيها تشوهات علشان خطر كمان لو أنت هترقادي منها هتحط من الببيض بتاع الفراخ ده عاوزة تعمل إنتاج ذات الواحدك وبصراحة دوت من الحاجات الجميلة جدا اللي أنا بحبها إن أنا بحب أطلع الفراخ اللي تكون عندي أغلب الفراخ البلدي اللي بيكون عندي بكون مطلعها من عندي رأدي يعني بأخذ الببيض بجمعه وبأخذ الببيضة اللي تكون كبيرة وحجمها كويس تقدر البطة نام عليها أو ترقض عليها وبطلع إنتاج حتى لو هتطلع خمسين كتكوت عشرة بعشرة مش مشكلة أو خمسة بخمسة بس المهم إن أنا بطلع إنتاج رأدي من تحت البط من عندي أو من تحت الفراخ اللي بترقض أو من تحت الرومية بيكون إنتاج ذاتي كده بسم الله مشاء الله عاوزة أقولك يا جماعة إن الحاجة اللي بتطلع رأدي دي بصوا حط تحتها كده مليون خط ده كيس طبعا بتاع إضافات الأعلاف أهوة بسم الله ما شاء الله دي أملاح يا جماعة جواها جميع العناصر الغذائية زينكو وفيتامين ونحاس وكل حاجة الفرخة محتاجاها علشان خاطر البيض الكيس ده بعشرة جنيه ماهوش غالي هتحط منه معلقة على الأكل بتاع الفراخ وتقلي بيها بصوا يعني من الحاجات الجميلة جدا الكيس كمان اللي هو سوبر أولج وانا كنت نزلتولك قبل كده أقسم بالله دوت للفراخ البياضة حاجة كده عاوز أقول لكم من الحاجات اللي هي الجميلة جدا جدا باسم الله ما شاء الله بتزود انتاج البيضة عند الفراخ وكمان عند البط يعني لو عندك بطة عندك فراخ بتزود الانتاج عنده بتخلي الفراخ حمية كده تتلاقيها ما شاء الله برقة أن هي ببيض لو الفراخ أضع بقالها فترة لو فيها تساقط يعني لو في عندك تساقط في الفراخ او الفراخ قلشة بيخلي الفراخ ما شاء الله تقفل تأفر الرش بتاعتها بدر كده وتبدأ ان هي تلحم وتتلاقيها وسعت ما شاء الله بدأت ان هي تبد من اول وجديد تمام كده ده طبعا ما يخص الفراخ البلدي او الرومي بسم الله ما شاء الله عاوزة كل حبيبي معايا على القناة صلوا على النبي عليها افضل الصلاة والسلام وتحطوا كده اثبتوا لنفسكم كده بتعليق حلو كده ويكون كويس بالله عليكم كل اللي يشوف الفيديو يا جماعة حط لايك للفيديو علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس وكل اللي يشوف الفيديو بتاعي النهاردة ويستفيد طيب بالنسبة بقى للفراخ كمان طيب هنأكلها ايه المشاهدة او ايه هي الخلاطات اللي انت بتقدميها والله يا جماعة انا بقدم بوايا اكل بيت بس البوايا اكل البيت برضو عاوزة اقول لكم هي مش عامل رئيسي في انتاج البيت تمام كده اني بشوف ناس كتير جدا بتقول اني الاكل بتاع البيت او البواقي انتاج رئيسي لا هو مش انتاج رئيس ولا حاجة هو كمالة للخلطات زي ايه يعني انت ممكن تحطي مثلا على البواقي بتاعت الاكل البيت الرز وخضر والحاجة اللي بتطلع من عندك ممكن تحط عليها نسبة علف 21% ونص كيلو مثلا من العلف اللي هو البياض او تجيبي او تجيبي كيلو من الخلطة اللي انا بس تعملها دي بتبقى شعير على غلة دي كويسة جدا جدا للفراغ يا جماعة اكسم بالله بتخلي الفراغ كده ما شاء الله تخلي كده لو في اي دهون فيها تتلاقي الدهون نزلت وتلاقي الفراغة ما شاء الله محملة معاك وما شاء الله بتبت كل يوم مفيش يوم اسمه مفيش في بيدي لأ كل يوم ان شاء الله لما الانتاج يزاد عندي هوريكو الانتاج هيكون عامل عندي ازاي وازاي الشكل بتاعه بسم الله ما شاء الله حاجة كده بسم الله ما شاء الله جميلة جدا جدا طبعا هنا برضو طلعنا البط بتاعنا علشان علشان برضو نحن نأكله كده زي ما حضراتكم شايفين ده البطل خليط المسكوف والبلدي حاجة كده بسم الله برضو حاجة كده جميلة جدا بسم الله ربنا يبارك يا رب طلعنا برضو حطنا له خلطة بتاعته الخلطة بتاعته غير الخلطة بتاعته الخلطة بتاعته مكونة من كوزب وعلف اقتصادي او علف تجاري اللي هو العلف 16% وعليه نسبة ردة وعليه نسبة درة وكسر فوت ده الخلطة بتاعته وكمان انا جايباله شكارة من العلف ده الوحيد بحط منها برضو عليك تزويدة كده بحيث البط برضو يبقى واكل معي وشبعان بسم الله ما شاء الله والاوزان عندي بسم الله ما شاء الله من تلاتة ونص وانت طالع يعني بسم الله ما شاء الله الاوزان كويسة جدا 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 وعاوز اقول لكم الاسعار بتاعت العلف والشكارة بتاعت الخلطة ما هاشغل لها يعني شكارة الخلطة عملة 270 جنيه 75 جنيه الشكارة بتاعت العلف عملة 300 جنيه يعني نص شكارة العلف الواحد وعشرين في المية يعني بحق شكارة واحدة واحد وعشرين في المية هتجيب شكارتين منها بس اهم حاجة زي ما قلتلكو قبل كده ما تجد استعمليها استعمليها من بعض الشهرين يعني من شهرين ونص بس اهم حاجة يكون البط مقفل معاك يريش ما يكونش لسه مش مقفل ليه بقى مش مقفل علشان لو هو مش مقفل معاك يريش ما ينفعش خالص احنا هنا عاوزين نسبه ببروتين عالية تمام وعايزين فيتامينات وعايزين املح معدنية علشان خاطر البط يقفل معاك يريش ويشيل معاك وزن في البداية عشان بعد كده اي خلطة انت بتحطها له البط بعد كده ياكل وان شاء الله وتلاقي الوزن بان عليه وتلاقي الاكل اللي هو بيأكله وبدأ ان هو يبان عليه ده الفيديو بتاع النهاردة يارب يكون عجبكم ما تنسونوش فلايك واشتراك وتفعلوا الجراز علشان يوصلوكم ان شاء الله كل جديد